اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة فيلو لو انت فاكر ان الفكهاني اللي جنبك في اجبر تشكيلة فواكه ممكنة فاحب اقولك ان انت غلطان انا فلوباسيش جوزيف دانيال وفي الفيديو ده هنتكلم عن اغرب الفواكه في العالم وقبل ما نبدأ الفيديو لو انت اول ما نشوف القناة هتنساش تشترك وتفعل الجرس عشان توصل لكل فيديوهاتنا الجديدة اول ما ننزلها على القناة ولو انت بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب وما تنساش تشوف لنك صفحتنا على الفيس بوك ويلا بنا نبدأ الفيديو اشتركوا في القناة فاكهة التنين والمعروفة كمان باسم فاكهة البطاية سبب تسميتها باسم التنين ان شكلها شبه كرة اللهب وهي فاكهة من الفوايق الكه اللي بتنبط على الصبار وبتكون صالحة للاكل وموطنها الاصلي اللي بتزارع فيه هو في المنطقة الجنوبية لقارة اسيا في بلاد زي اندونيسيا وفتنام وعشان تكلها لازم تشيل الطبقة الخارجية وفاكهة التنين من جوه شبه فاكهة الكيوي عشان بزرها كتير وكمان طعمها قريب من طعم الكيوي فاكهة يد بوزة هي فاكهة حمدية بتحتوي على عطر فواح والصمرة بتاعتها شبه الأصابع والإشرار الخارجية بتاعتها صلبة زي اللايمون إلا إن طعمها مدهش جدا من جوه وموطنها الاصلي اللي بتتزارع فيه هي في شمال شرق الهند والصين وأكتر أمان كنتواجدها الهيمالايا والفاكهة دي بتحتوي على نسبة فيتامين سي عالية جدا جدا وعادة بتستخدم نفس استخدمات اللايمون وكمان السكان المحليين بيستخدموها لتعطير الغرف والملابس الخيار الأفريقي المقرن والمعروف كمان باسم فاكهة الكيوانو هي فاكهة من فصيلة البطيخ وشكلها غريب جدا كأنها مزروعة في الفضاء وموطنها الاصلي اللي بتتزارع فيه هي أفريقيا وطعمها شبه الموزي الغير ناضق وعليها رشة ليمون صغيرة جدا والإشرة الخارجية ليها موفيدة جدا عشان بتحتوي على جرعة عالية جدا من فيتامين سي الفاكهة غريبة الشكل دي اسمها الرامبوتان وموطنها الاصلي اللي بتتزارع فيه قرة أسيا ومشهورة جدا في فيتنام باسم شام شام وهي كلمة فيتنامية معناها الشعر المنكوش والفاكهة دي بتحب الطقس الدافئ ودرجة الحرارة البردة ممكن تفسدها والطعمها عادة بيبقى ليسع وحلو زي العنب وعشان تقولها لازم لونها بيتحول للون الأحمر ولونها من جوه أبيض ولامع وبتحتوي على أغلب احتاجات الإنسان اليومية من المنجانيز وكمان راحتها عطرة بس لو حصل وأكلتها في يوم من الأيام خد بالك من البذرة الداخلية لأنها بتحتوي على نسبة قليلة من السن كلنا متعودين على الموز الأصفر العادي أو على الأقل الموز الأخضر لكن انت شفت قبل كده موز أحمر الفصيلة دي من الموز تتميز بأن طعمها أحلى من الموز العادي وأفضل وقت الأكلها لما بيوصل لونها للأحمر الداكن ونسبة الفيتامين سي اللي فيها أكتر من نسبة الفيتامين اللي موجودة في الموز الأصفر لو مستغرب لسه على الموز الأحمر شوف الموز ده موز الجنة هو الاسم الشائع للنباتات العشبية من جنس الموز وبيستخدم الموز ده للطبخ على عكس الموز العادي فكهة الكادي والمعروفة كمان باسم فكهة الهالة وموطنها الأصلي اللي بتتزرع فيه هواي وماليزيا وشرق أستراليا وعادة بتتواجد الشجرة بتاعتها بالقرب من شواطئ الملحة وهي نبتة مش بتتاكل لكن بتتمص زي قصب السكر واللي بيتمتص منها هو الجزء البرتقالي الداخلي فيها وكلما الصمرة بتندج كلما الفصوص الداخلية بتاعتها بتنفصل عن بعضها أكتر وبالرغم انها مش بتتاكل إلا ان تم استخدامها في الأكل على جزر بولونيزيا أيام المجاعة فكهة الاشتا والاسم العلمي بتاعها هي فكهة أنو ناسب وهي فكهة من فصيلة أنو ناكيا وتنتشر زرعتها في السودان واليمن حيث كانت طرف باسم السفراج الهندي أو الأناناس الهندي وتنتشر في منطقة وادي أسلام والمحبشة والمنحضرات الغربية كما تزرع بعض الأشجار منها في غزة وتنتشر في مصر في محافظات الأسكندرية والشرقية والجيزة والمينيا وأسوان فكهة المانجوستين هو نوع غريب وهاجيم من النباتات وهي شجرة استوائية ويرجع أصل الشجرة دي لجزر صندة وتم نقل الشجرة دي لمناطق استوائية كثير زي بورتاريكو وفلوريدا وجنوب غرب الهند والمانجوستين لها أشربة نفسجية مش بتتاكل لكن طعم اللحم من جوه حر وحامض في نفس الوقت وبعض الناس بتوصف المانجوستين إنها شبه صمرة الخوخ الأكيبيا هي فكهة شكلها غرق جميل جدا 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 وغريب جدا والعطابة اللونها من أغرب الألوان اللي ممكن تشوفها في الفكهة وموطنها الأصل اللي بتتزرع فيه شمال اليابان والفكهة دي ما بقتش تنتشر في الزراعة والبيع غير من 20 سنة تقريبا واللحم الداخلي الأبيض وشفاف ومليام بالبزور زي الرمون وبتتاكل كفكهة إلا إنه ممكن تستخدم في الطبخ زي موز الجنة اللي قلنا عليه وتحالف حفظ النبات صنف الأكيبيا في نيوزيلندا وبعض الولايات الأمريكا كنبتة غير مرغوب فيها والسبب إنها من النوع الغازي وبتنتشر بشكل كبير في المكان اللي بتتزرع فيه فكهة السلاكة واللي معروفة كمان باسم فكهة الصعبان بتتواجد في جنوب أسيا في دول زي ماليزيا وأندونيسيا ولما الإشرار الخارجية لها بتتشال بيظهر اللحم بتاعها واللي بيبقى شبه التوم وأكتر مكان بتتباع فيه الفكهة دي هي جزيرة باعلي وبتتباع للسكان المحليين وكمان السياح وبالرغم من شكلها المريب إلا إن طعمها من جوه حلو اللي أكلوها بيقولوا إن طعمها يشبه خليط من الأناناس والليمون الآقية فكهة شكلها عجيب وموطنها الأصل اللي بتتزرع فيه غرب أفريقيا وهي الفكهة الرسمية لدولة جمايكا وبتتزرع على شجرة كبيرة رتفها بيوصل لعشر أمطار وبالرغم إنها مشهورة جدا في جمايكا لكن إن لها ممكن تقتل اللي أكلها وهي لسا ما نضجتش تماما وده شكلها لما تندق تماما وده شكلها لما ما تندقش وده شكلها هي في الوسط ولو أكلتها وهي ما نضجتش بتتسبب في حالة اسمها القيئي الجمايكي ممكن توصل المريض لحالة الغيبوبة وكمان الموت بقى خلص فيديو النهاردة ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير ولو أنتم أول مرة تشوفوا القناة تشترك وتفعلك جرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة أول ما ننزلها القناة ولو في أي حاجة عايزين تعرفوا عنها معلومات اكتبوا لنا في التعليقات وحنا هنعمل لكم فيديو بيها وشكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة